موسيقى نستهل معرض الصحافة بجريدة الشروق اليومي والتي تطرقت إلى خبر ألم بعائلة كاوا بولاية قسنطينة بعد نبأ اختفاء ابنها الرضيع من مستشفى قسنطينة وحسب مصدر من العائلة المفجوعة فإن شهدة عيان كانت قد لمحت رجلين أحدهما كهل والآخر شاب يدخلان الطابق الأول حيث يرقد الرضيع وهي شهادة أدخلت العائلة في دوامة في وقت سارعت فيه مصالح الأمن إلى فتح تحقيق مع الطاقم الطبي من مختصين وممرضين الذين من المفروض أنهم كانوا في المناوبة الليلية كما تم التحقيق مع الحارس الذي ربما غاب عن مكانه لحظة وقوع الجريمة الشروق تطرقت أيضا إلى ملف الطريق السيار وعنونة ملف الطريق السيار شرق غرب أمام العدالة مجددا وحسب جريدة الشروق فإن المحكمة الجنائية لدى المحكمة العليا أجلت الطعن المقدم في ملف القضية إلى تاريخ غير محدد في وقت يطالب فيه دفاع المتهمين بالإسراع بالفصل فيها معتبرين أن ملفها فارغ ولا يوجد أي ضرر لحق بالخزينة العمومية خاصة أنها استغرق ثلاث سنوات إلى جريدة الخبر التي تطرقت إلى ملف توزيع السكانات الاجتماعية وعنونت انتفاضة المقصيين من السكان الاجتماعي وكتبت الجريدة أن ما كانت تتخوف منه السلطات العمومية بشأن حدوث اضطرابات فور الشروع في توزيع السكانات عبر ولاية الوطن بدأت تتجسد في أرض الواقع حيث خرج أمس المئات من المقصيين من الاستفادة من السكان الاجتماعي للشوارع في أربع ولايات رفضين القوائم وقد وصل الأمر بالبعض منهم إلى حل شل حركة القطارات مثل ما وقع في البوليدا نفوق الآلاف بولاية الشرق داء نيوكاسل يهدد تربية الدواج بالجزائر موضوع تطرقت إليه جريدة الجزاء نيوز حيث جاء في المقال أن المصالح البيطارية في عدة ولايات بالشرق الجزائري على غرار ستيفت بسا باتنا وبورجبوري ريج سجلت في الأيام الأخيرة نفوق الآلاف من الدواج وذلك بعد إصابتها بمرض يدعى نيوكاسل ويصيب كل أنواع الطيور وخلف هذا المرض خسائر بالملايير وأحدث حالة من القلق لدى مرب الدواج مما ينبئ بحدوث أزمة لحوم بيضاء وارتفاع أسعارها مع اقتراب شهر رمضان ونختم بجريدة البلاد التي تطرقت إلى خبر أمني مفاده أن الحكومة الفرنسية طالبت تعاون أمنيا مستعجلا مع الجزائر لمواجهة موجة تجنيد غير مسبوقة في صفوف الفرنسيين من قبل خلايا جهادية لإرسالهم إلى بؤر القتال خاصة في سوريا